نروح مع حضراتكم سريعا لموجز الأهم وآخر الأنباء موجز التساعة صباحا مع دينا شرف تفضل الدين شكرا لك محمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقية عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى القاهرة وكان مدبولي قد حضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى وعددا من الجلسات الأخرى رفيعة المستوى فضلا عن إلقائه كلمة مهمة في جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء في الوقت نفسه شهد مدبولي توقيع على خمسة مذكرات تفاهم لإنشاء ثلاثة مصانع لتصنيع كبلة الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات وثلاثة مراكز لتصديق خدمات التعهيد وإنشاء صندوق إثثماري تكنولوجي ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل لتدريب وبناء القدرات أدانت مصر قتل القوات الإسرائيلية الناشطة من أصول تركية إزينار إيجي وذلك في جنوب نبلس في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وتقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة ولأسرة الشهيدة في مصابيها الأليمة وأكدت مصر أن تلك الجريمة تعد مثالا جديدا عن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم تضاف إلى ما يكونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة واستنكرت مصر ما يواجهه المجتمع الدولي من مأزق أخلاقي غير مسبوق نتيجة الفضاء التي ترتكب في حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار عقود طويلة استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات وقصف إسرائيلي فجرا استهدف مدينة أو مدرسة تأوي نازحين في جابلية نزلة شمال قطاع غزة وعادة منازل في مخيم نصيرات وفي مناطق غرب مدينة غزة وفي خان يونس كما شهد حي الزتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نصف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في منطقة قاع القرين جنوب خان يونس ما أصفر عن سقوط شهداء وجرحة قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارني إن تشكيل الحكومة المقبلة لن يقتصر على شخصيات منتمية لطياره السياسي المحافظ وستشمل أعضاء من طيار الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس إمانويل ماكرون وفي أول مقابلة بعد توليه رئاسة الحكومة عقب تعيينه أكد بارني أن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة في البرلمان المعلق سترحب أيضا بعضوية منتمين إلى طيار اليسار أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانيسكي أن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده ضرورية لقوات الدفاع الجوي والقدرات المضرعة وأثنى زيلانيسكي على جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزبين في الكونغرس والشعب الأمريكي بشأن حزمة المساعدات الأمنية التي تم الأعلان عنها ومعتبرا أن المساعدات الأمريكية أنقضت بالفعل ألاف الأرواح الأوكرانية يدلي الجزائريون اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد يتولى سدة الحكم خلال السنوات الخمس المقبلة ويتنافس على الفوز بأصوات الجزائريين في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي والمرشح المستقل عبد المجيد تابون ورئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف والأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيش وتجرى هذه الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة لانتخابات التي تعهدت بالالتزام بالحيادية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب وأتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهي ولياته فوميو كشيدا إلى كوريا الجنوبية حيث أجرى مباحثات مع الرئيس يون سوكيول خلف الأعصار رياج ما لا يقل عن قتيلين و92 مصابا في جزيرة هينان السياحية في جنوب الصين وأدى الأعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب الرياح قوية تجاوزت سرعتها 230 كم في الساعة ما استدعى إجلاء نحو 460 ألف شخص وفي مقاطعة جوانجدونج المجاورة قالت السلطات أنها أجلت أكثر من 574 ألفا من السكان إلى مناطق آمنة كما ألغى المطار في هايكو وعاصمة هينان في شمال الجزيرة كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة ختام مجزء التالساعة فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر